موعد صرف الثلاث دفعات المتبقية من علوات أصحاب المعشات تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التجهيز المالي والفني لصرف الثلاث أقصات المتبقية من العلوات الخمس المتجمدة خلال الفترة المقبلة ويتسلم أصحاب المعشات المستحقين للعلوات الخمس الدفع الثانية في أول أكتوبر 2020 والدفع الثالثة أول يناير 2021 والرابعة أول أبريل 2021 وتصل قيمة كل دفع 25% من القيمة الكلية للعلوات الخمس المتجمدة 2.4 مليون صاحب معاش مستفيد من العلوات الخمسة والمستحقين للعلوات الخمس هم الخارجون على المعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدني كما تنظم العلوات الخمسة الشهرية للقيمة الكلية للمعاش قيمة مالية مستحقة دائمة وفقا لنسبتها المقررة والتي جرى الإعلان عنها على خدمة الاستعلام عن العلوات الخمس على موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويبلغ عدد المستفادين من العلوات الخمس ما يقرب من 2.4 مليون صاحب معاش وكانت الدكتورة نيفين وزيرة التضامن الاجتماعي صرحت في وقت سابق أن صرف العلوات الخمسة كان وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه مشيرة إلى أنها ستصرف بأثر رجعي وتكلفة العلوات سنويا تصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلوات 35 مليار جنيه وأضافت أن زيادة المعاشات منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020 حيث أن عام 2013 و2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 من ألف مليون مستفيد وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه وعام 2014-2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 من ألف مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 من 10 مليار جنيه وعام 2015-2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 من ألف وبلغت قيمة المعاشات 116.8 من 10 مليون 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 والبدلات والأجر الإضافي والأرباح وغيره وكانت العلاوة الخاصة تدخل الأجر المتغير بكامل قيمتها في المعاش وهناك معاش الأجر الأساسي ومجموع المعاشين يساوي قيمة المعاش